السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا معكم في حلقة جديدة من معلومة على الهامش حلقة النهاردة هنتكلم سريعا عن مرض عامل قلق الناس كتير جدا دلوقتي في الإعلام بالأخص وقالها هو مرض الزيكا فيروس أو حمى فيروس زيكا الزيكا فيروس بسبب دول كتيرة جدا زي الدومينيكان ريبوبلك زي الإكوادور زي البرازيل زي كولومبيا الدول دي كلها عملوا قرارات إن هم يمنعوا الحمل علشان المبهاب بتطلعش مشوهة طب إيه هو الزيكوفيروس وإيه مدى خطورته هنتكلم فيها في الحلقة دي حمى الزيكا السبب فيها هو فيروس اسمه فيروس الزيكا فيروس مش جديد على فكرة وأول حالة العلماء اكتشفوها كانت في نيجيريا كانت سنة 1954 مساء 1954 لحد النهاردة كان بيحصل حالات منتشرة في العالم ما كانش فيه أي مشكلة كان الناس بتجيلا حرارة وبتاقي لكنك من الأعراض بتاعة فيروس الزيكا مشابيها بالحميات التانية اللي هي من نفس العيلة بتاعتها فالعلماء ما كانوش مدين أهمية أو الفيروس الزيكا منه مش قاتل يعني لسه بعرف أن أعراض حمى الزيكا شبيهة جدا بأعراض حمى الزيكا وأعراض حمى الزيكا هي أعراض خيبة جدا حرارة ألم في المفاصل الصغيرة طفحة على الجلد وبتقعد طريقة من 4 تيام ل7 تيام وبنسبة 20% ل40% بس من المصابين بفيروس الزيكا هم اللي بيحصل لهم الأعراض دي وغالبا من 60% ل80% من الناس بيحصل لهم الأعراض وهما سموا الفيروس اسمه فيروس زيكا لأن الإرد اللي اكتشفوه في أغاندا كان موجود في غابة اسمها غابة زيكا ولسه بعرف أن النقل الأساسي لفيروس زيكا ده هو مجموعة من النموس بيسموهم الزعجة أو الأيديز وبالأخص نوع معين من النموس واسمه الزعجة المصري وأنه ده من النموس أو النموس الزعجة دي دول منتشرين أكتر في الأماكن الاستوائية لأن هما بيخافهم برد جدا ويحبوش البرد خالص فبتلاقيهم دايما مش موجودين في أوروبا نهائي لكن دايما بتلاقيهم في الدول الاستوائية بالأخص في وسط أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي إندونيسيا والهند والكلام ده كله واللي ساهم في الانتشار النموس ده من أفريقيا لأنه مصدره كان في أفريقيا عمتا كان بسبب التجارة والنموس اللي هو من عائلة الزعجة دي معروف بشكله بيبقى لونه أبيض في سود وده متليه من نقطة أبيض كده ورجليه سودة طويلة كده معروف شكله معروف يقولك آه دي نموسة زعجة مشكلة المجموعة دي من النموس أو مجموعة الزعجة دي عن بقية أنواع النموس إن هما بيحبوا جدا إن هما يبدأوا يعضوا في النهار ما بيعضوش بالليل بيعضوا في النهار ده عكس النموس التاني نموس تاني بيعضوا بالليل دول بيعضوا في النهار وأكتر الأوقات اللي بيهم بيحبوا يعودوا فيها بيبقى من الصبح بدري عند الفجر كده وقبل المغرب على طول دي أكتر الأوقات اللي بيبقى فيهم عناف قوي في العبد بتاعهم وطبعا النموز هو مجرد ناقل للفيروس الفيروس مش هو مصدره النموز نموز بينقل الفيروس من كائن لكائن آخر فالحالة مالحادة من النهاردة مش عارفين إيه هو المصدر الرئيسي للفيروس ده إيه هو الكائن اللي بيحمل الأساس أو الريزفوار أو اللي هو التانك لمؤاخذة اللي بيبقى فيه الفيروس ده فالعلماء محترين هل هو القرود اللي موجودة في غرب أفريقيا ولا هي الفران اللي برضو موجودة في غرب أفريقيا بسهما عارفين إلا المصدر غالبا في غرب أفريقيا واللغاست بعارفين المجموعة دين من النموز بينشروا مجموعة من الحميات معروفة جدا بتنشر حمى الصفرة وعلى فكرة هي اسمها نموزة الحمى الصفرة حمى الضنك حمى الزيكا والشيكون غنيا والنازل معارفين حاجة خطيرة جدا إن فصيلة النموز الزعجة دي مختلفة تماما عن فصيلة النموز التانية لتنشر الملاريا طب إيه الخضورة دلوقتي؟ لين الناس كلها عاملة ألأ طالما هي الحمى الزيكا دي حمى خيبة خلصة من 5 إلى 7 أيام وخلصت على كده المشكلة للعلماء من زمان كان عندهم إحساس إن حمى الزيكا الفيروس الزيكا بتنقل من الأم للإبن لكن ما كانوش عندهم علاقة وقت طيبة ما كانوش قدين يثبتوا حاجة زي كده المهم في الفترة الأخيرة اكتشفوا إن الأولاد بتولدوا دماغهم صغيرة عندهم حاجة اسمها المايكروسيفلي ومايكروسيفلي ده المرض بيبقى أو ظاهرة بتحصل للأولاد لما أو الإنسان لما بتولد وعنده ضمور في المناطق معاناة في المخفى بتتخلي إن قطر الدماغ بيبقى أصغر من الطبيعي ولقوا إن الأولاد اللي بتولدوا يا إما أمهاتهم كانت لسة عندها حمى الزيكا أو لقوا إن في السائل اللي موجود في الرحم في فيروس الزيكا فالمشكلة دلوقتي إن في حالات كتيرة جدا العلماء مصدومين إن هو كان الفيروس ده منتشر جدا والأمهات عيني والبيبي لسة بتكون جوه الجسم كان الأمهات عندها حمى الزيكا صحيح الأمهات عايشة عادي جدا خاصة الحمى ماشت وراحت بس مشكلة الإبن تولد وعنده عيوب خلقية عنيفة جدا فعشان كده المشكلة هم مش قادرين يسيطروا لسة على الفيروس نفسه مش قادريني هم يلموا موضوع النموذ ده فعشان كده هم دلوقتي قرروا القرارات العنيفة دي طيب هل في حالات في دول نحن العربية كانت مسجلة إن في السنين اللي فاتت دي حد من مصر مثلا كان عمد حمى الزيكا للأسف الشديد مفيش غير مصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي تسجلت إن كان في حمى الزيكا وهتلاقوا الصورة دي مثلا الصورة دي الدول اللي بنقاطة بنفسيجي دي الدول اللي متسجل في الريكوردز أو متسجلة في السجلات إن كان في مواطنين عندهم حمى الزيكا والدول اللي متلونة بنفسيجي دي الدول اللي لسة عندها حالات عندهم حمى الزيكا ودي صورة تانية تقول لنا إن موسى بتاعة الزعاجة المواصرية دي منتشرة في العالم النهاردة في 2016 وزي ما إنتوا شايفين منتشر انتشار عنيف جدا لكن الحمد لله لحد دلوقتي هي ما طلعتش الفوق قوي بسبب إن الجو لسة برد عنها في مصر وأو في الدولة العربية الجو برد ربنا يسطر في الصيف وفي الربيع فتلقوني في ديسكريبشن تاعة هتطلقوا بعض المعلومات الإضافية المهمة جدا لسة بو عارفينها اللي نزلتها السي دي سي في أمريكا عن إزاي تحاول تحمي نفسك من فيروس الزيكا ده اللي هو بنتقل عن طريق النموسى المصرية لي فقروا الكلام اللي موجود تحت مهم جدا علشان الموضوع مش ميهين فربنا يسرع علينا عليكم يا رب ونحمل بقى ربنا إن الجو برد ولا إيه وربنا نشيك كتير وربكم استفدتم من الحلقة دي وتشوفوا بقى تعملوا الشير واللايك والسبسكرايب على صفحة اليوتيوب علشان الحلقات توصلوك أول بأول أو تعملون فلو على صفحات أنا الشخصية برش الحلقات توصلوك أول بأول ومتشوفوا بقى تتابعوا بقى علمي دليلي وكابسولة علم وأشوفوا بقى الحلقة الجاية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته